النجاة من الاغتيال أمر قد يكون بطاقة يا نصيب الفوز بحياة جديدة تكتب لأي نشط مدني أو مطالب بالحقوق وفي البصرة على وجه التحديد بدأ فيروس الاغتيالات ينتشر كعدوى تفتك بأرواح مدنيين ونشطاء ولو لأبسط الأسباب ولو كانت مطالبهم توفير مياه شرب أو كهرباء قائمة القتل أو قل إنها صناعة الموت التي تحيل الأمن والقانون إلى ليل أسود في البصرة قتل النشط تحسين أسامة قبل أيام وبعدها بيومين نجى ناشطين من محاولة اغتيال ومؤخرا قتلت النشطة المدنية والطبيبة رهام يعقوب هي قائمة إذن وضعتها ميليشيات تقول ساندي تايمز البريطانية إنها مولية لإيران التقرير الصحفي كشف عن سبعين أسمن لنشطاء عراقيين جلهم في البصرة تضعهم إيران كما توثق الصحيفة أمام فوهة القتل العمليات المتتالية رفعت مؤشر غضب رئيس الوزراء ليطلق قسما مغلظا على ملاحقة المجرمين حديث يبرهنه وزير الداخلية بالعمل سريعا للقبض على القتل عدد قليل من النشطين استطاع توفير المال والهروب من البصرة إذ يكشف التقرير عن أن أصدقاء مقربين للريهام قالوا إنها كانت تخطط للهرب ولكنها كانت تسوي مصالحها بما في ذلك مركز لياقة كانت تديره يصف التقرير بحسب خبراء أن عمليات الاغتيال هي محاولة إيرانية لثني عزم الحكومة الساعية إلى فرض الأمن واستتبابه في البلاد أما الكاظم اليوم فهو يعمل بجد لإنهاء وطيرة القتل وإيقاف الجهات الخارجية أو الداخلية التي تحاول التدخل في الشأن العراقي بإثارة مسلسل الدم فيه